سمع معي يمزيا تحويلات مغاربة العالم تحطم مرة أخرى الأرقام القياسية وكل عام كنسمعوا على أن الجالية المغربية تحطم الأرقام يعني كل عام تتحطم الرقم القياسي فيما يتعلق بالتحويلات المالية ديال الجالية المغربية لبلدنا المغرب والتي تساهم بشكل كبير وبنسبة مهمة في نمو الاقتصاد المغربي إحنا يعني كيفاش كان قولو إحنا أوفياء لوطننا بهذه التحويلات لكن بالمقابل شفنا باللي إدارة الجماريك المغربية رفضات هنا الجماريك تلغي أو تفرض قيودا للصيراد الأجهزة المنزلية المستعملة كانوا خرجوا واحد البلاغ ديالجماريك ومنع على أن الجالية والسائقين الدوليين يدخلوا الأجهزة المستعملة حالة أنا عندي مثلا شيء أتات بغيت نديل دار ديالي نعمل ديكوراسيون بي والمهم ديالي بغيتون نديل دار ديالي منوع لي لا المسؤولين ولا الشعب المغربين ما بغينشنا ندخل الأتات فقط كيفرعوا بعض الأرقام القياسية اللي كان حطموا ولكن خرج بلاغ من بعد كذلك قرار حكومة هذا ما فهمت وش وش مفروض حتى علينا وش السلطات المغربية والجماريك المغربية يعني مانع حتى علينا نخرج الزيت نبغينا يعني ذك الزيت المغربي الأصيل مع الزيتون ومع تواقي وش منوع لينا ولا منوع أنه يعني يخرجوا يبيعه مهم منوع واقي لحتى علينا ما نعرف مهم هذه ما مأكدش منها باش يعني من قرار حكومي يماهد لحظر تصدير الزيتون لمواجهة التهاب الأسعار بالأسوأ المهم الخلاصة من هذا الشيء هذا كامل وهو الوزارة هناك هنا وحد ذلك وكنا شاركنا معكم وزارة التجارة تتراجع عن قرار منع مغاربة العالم إرسال التجهيزات المنزلية المستعملة فقط تحويلات وتحطيم الأرقام القياسية كل عام كنحطمه هات السنة شوفوا معي هنا هات السنة 100 أبلاتي باش منغلط في الأرقام هنا أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغات أزياد من 105.40 مليار درهم مليار درهم يعني أرقام خيالية مهم كما العادة دائما غاديم قندكركم بلا لايكات ديالكم ما كيطلعوش الفيديوهات ولهذا باش كندكركم مصافي لأننا كنشوف تعليقات كننساو لايكات ديالكم لأن لدعم هذا القناة إذا وقتوا القناة يعني تصمر لابد من لايكات ديالكم أخذ والله ما كانت خلصوا على لايكات فقط كيرفعوا يعني نسبة دي المشاهدة والفيديوهات ديالنا والمواضيع ديالنا كيوصلوا يعني الجميع البيوت المغربية يعني بزرد الناس كيطلعونا نقول خيرتون قشي كتعمل فيديوهات لكن كل الموضيك نعم نقولوا ما كيوصلنا تأشي حاجة وابلايكات ديالكم غادي وصل هاد ناس اللي يقولنا ما كيوصلنا تأشي حاجة ونمشيو للتفاصيل ونشوفو يعني الجالية المغربية مرة أخرى تحقي من الأرقام القياسية لما يتعلق بتحويلات المالية إلى المغرب خطير المغربة والجالية المغربية في كل مكان صلى الله عليه وسلم وتحية طيبة للجميع نضطوا اللايك ياك دا كان شي واحد نساء المهم نشوفو التحويلات ديال مغاربة العالم واللي حطمات مرة أخرى رقام القياسية ووصلات المليار وخمسة ديال المليار ديال الدرهم أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزياد من 105.40 مليار ديال الدرهم خلال 11 شهر الأولى من سنة 2023 ووضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 4.4% مقارنة بما تم شهر موامبر ديال السنة الماضية أي سنة 2022 وأوردت النشراء أن ميزان مبادلات الخدمات سجلت ارتفاعا في فائده بنسبة 19.5% إلى 124.63 مليار درهم وتعز هذه الزيادة وتعز هذه الزيادة إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 17.5% إلى 238.62 مليار درهم الذي فاق الواردات 114 مليار درهم زائد 15.3% وبالنسبة لمداخل أصفار قد بلغت 97.40 مليار درهم عندما تم نوامبير سنة 2023 بارتفاع نسبة 15.8% مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة من جانبها بلغت نفق الأصفار 22.15 مليار درهم وبذلك بلغ فائد رئيس رصيد الأصفار 75.25 مليار درهم ما تم نوامبير 23 مقابل 60.33 مليار درهم مسجل خرارة فترة ذاتها قبل سنة الله هم مزيد وبارك سوما سمعتم أرقام خيالية تحققها الجالية المغربية المقيمة بالديار الأوروبية أو بجميع دول العالم هم مزيد وبارك يوشو يعني احنا أوفية لمغربنا الحبيب لا من ناحية المادية ولا يعني من جميع النواحي وليهذا يعني بالنسبة التحويلات كما قلتكم دائما كل سنة نحط من الأرقام القياسية ولكن بالمقابل يعني الجالية المغربية عندها مشكل هنا مثلا في إسبانيا يعني كل شيء تشكى من المشكل ديال الوزارة اللي عندها الحقيبة ديال الجالية المغربية يعني خصة تشوف المشاكل يعني تحاول تعالج المشاكل ديال الجالية المغربية مثلا المشكل الأساسي هنا في إسبانيا وهو المشكل ديال السياقة تغير السياقة لأن الأغلبية ديال ناس كيشوف اللي هو صعيب جدا إذن يعني خصة بعد الناس اللي مقيمين هنا ولي عندهم يعني البطاقة ديال أو الرخصة ديال السياقة المغربية فلا أبود يعني من وزارة الخارجية أنها تشوف تصل شي حل بالنسبة الإخوان والأخوات اللي عندهم المشكل ديال رخصة السياقة ونمشيوا ونشوفوا المشكل يعني شنا فيما قال على أن إدارة الجماريق المغربية يعني قالت باللي هي تراجعات عن القرار ديال منع إدخال الأتات المنزلية المستعملة ولكن ديال الشهر وبقي مشنا حتى شي بلاغ يعني من وزارة من عفوان من وزارة التجارة أو الجماريق المغربية هنا يعني كنا شنا البلاغ وزارة التجارة المغربية هنا تتجه تتجه تترجم لي بالفرنسية تتجه إدارة الجماريق والضرائب المباشرة والغير المباشرة في غضون اليومين القادمين إلى تعميم مذكرة جديدة تلغي قرار سابقتها الصادرة بتاريخ 13 نوام بير 23 تحت عدد القادية بمنع إدخال بعض التجهيزات المنزلية المستعملة إلى التراب الوطني حسب تعليمات من مزارة صناعة وتجارة وقال مصدر خاص أن قطاع نقل بضائع الغير مرفوقة يشغل عددا يشغل عددا مهم من المغاربة سواء أولئك الذين يقيمون في الداخل أو الخارج فضلا عن أنه ينعش خزينة الدولة وبإرادات مالية ملموسة فيما يخص عملية التعشير وإنعكاستها الإيجابية على الصندوق وبالنسبة للإخوة التي يقول لا وهذا فاحتهد الحواج المستعملة احتهي يعني يخلصوا عليها يعني الضريبة واحتهية يعني تستفيد منها الخزينة ديال الدولة المغربية وكان هذا القرار الذي وسعت خلاله وزارة الصناعة وتجارة ارتكاز البركار ليطال المنع إلا بالترخيص ستنائي عددا من تجهيزات الإلكترو منزلية وكل ما له علاقة بالخشب كصلاة الأقل وحفاظ الملابس إضافة إلى الأطياء والزرابي وغير ذلك من أشياء أخرى بالنسبة للأس اللي كانوا يقولون لا والبق وهذا فره ما بقى لا بق لا والو فهنا يعني منع الأجهزة المنزلية خاصة الإلكترومنزلية ديال الكوزيناء المسائلية الكوزيناء الزرابي والمنتوجات المصنوعة من الخشب غير أنه سرعان ما قررت الأخيرة التراجع عن هذه الدولية خاصة بعد الاحتجاجات التي خاضتها جمعيات وتنسيقات أرباب نقل البضائع الغير مرفوقة في كل من ميناء نظر وطنجا المتوسط تبقى الإشارة أن إدارة الجماري والضرائب المباشرة والغير مباشرة لا تسين القرارات ولا تترعوها في قدر ما هي شرط اقتصادية منزمة بالتطبيق السليم الدورية الصادرة عن قطاعات أخرى في كل ما يتعلق التصدير والاستيراد عبر الموانئ المغربية والنقاط الحدودية باش ما نطولوش في هذا المقال السؤال المطروح يعني مرة شهر عن هذا التقرير أو هذا الخبر وبقي ما نحتشي حاجة بقي ما نحتشي بلاغ من إدارة الجماريك يعني باش الناس عرف شنو كين واش يعني تساعد إذا كانت غالي تهبط شي حاجة ودخلنا في السنة يعني ديال الفين وربع وعشرين فقربات العطلة الصيفية فكانت من نحن الجالية المغربية أنه يكون شي بلاغ توضيحي فيما يتعلق بهذا الخبر ما أقول تكون أقول وأكرر يعني إحنا الجالية المغربية كمغاربة يعني أوفياء لمغربين الحبيب وكانت من نتمنى يعني من الناس اللي مكلفين بشؤول الجالية المغربية أنهم يعني حتى هما يعني يشوفوا المشاكل اللي كتعاني منها الجالية المغربية ومنها تجوز المغربية والسائقين الدوليين اللي احتوما يعني يخلصوا الضرائب ديالهم واللي احتوما عندهم قروض وعندهم بزاف ديال حواج وخدمين معهم بزاف ديال الاسر. والمشكل ديال آآ الرخصة ديال السياق اللي يعانوا منه واحد نسبة كبيرة من آآ المهاجرين المغاربة المقيمين ديال اسبانيا. قطيما نتوش عليكم بزاف سنة اللي ما جاء عاود غادي نشوفه لاننا حطبنا الارقام القياسية مرة الاخرى. ودائما غادي قول حطمه ارقام القياسية وندافع عن بلدنا بكل ما اوتينا من قوة يعني اي حاجة كتمس بلادنا اي حاجة كتدر بلادنا فنحن لها بالمرصد وكانت منه انه كذلك وزارة الخارجية المكلفة بالجالية المغربية تأتي تقوم بالواجب مع ابناء الجالية المغربية. صلونا في رأسكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.